السلام عليكم ورحمة الله كديرين لبس عليكم متمنى يارب تكونوا كاملين باخير وعلا خير ان شاء الله مرحبا بكم معي في نهار جديد فيديو جديد نديروا واحد البريوش مع بعديتنا اليوم اللي كيجي رائع بدون بيض وبدون زبدة اللي كيجي مفش فش وكيجي رائع كيما كتشوفون دهنا بلاستيكا بالزيت حباش ما تلاسك مع البريوش غضي نغطيوه ساهل كيوجد غيفر ربع ساعة كيبقى هذا هو الشكل دياله من بعد ما كيختمروا المرة التانية نبدو ان شاء الله في المقادير هنحتجوا المقادير واحد الإناء كاسد الحليب دافي الكاسد الماء يكون دافي التهوى معلقة كبيرة ديال خميرة فورية نصف كاس ديال السكر على حسب الضوء ممكن تديروا جوج معلق نصف كاس فيها ربعات معلقات السكر مع مرينش بزاف قد نطرب العناصير مع بعدياتهم صافي نغطيه بالسلوفة نخليه على جنب تكت طلع داك الخميرات ندمج مع داك الحليب والسكر تقريبا واحد اربعة خمسة دقايق على حسب حرارة المطبخ والجو كامل صافي سميت عليه خمسة دقايق بنلي يا صافي تطلع داك الخميرة نحيد بلاستيكا ديجوج باني إلا عندكم باني السائلة ديروا معلقة كبيرة أو معلقة صغيرة على حسب الضوء واحد قبسة ديال ملحة واحد ربع كاس ديال الزيت الزيت النباتية طبيعة الحال نضير كاس اللول ديال الطحين اللي مغربا نخلط العناصر مع بعدياتهم نضير كاس الثاني هو الفينو أو الدقيق الصلب أو الدقيق القامح كما كل واحد كيكا يقولو في الأخر نقول لكم مش عال غا يدي معايد الكيسان ديال الطحين بالنسبة دقيق القامح أو الفينو ندير غيل كاس واحد والباقي نكمل بالطحين هنا غا نزيد الكاس الثالث تبدو رجوج كيسان ديال الطحين والكاس ديال الفينو الصافين بدأ نجمع بيديه باش نعرف القوام ديال العجينة هالكاس الرابع الصافين بدأ نجمع بيديه مزيان ديال العجينة من اللي نجي ونقيسوها نعرف القوام ديالها ما نقيسو شبيد اللي يخدمين بيها نديرو بيديه اخرى هالكاس الخامس ولكن ما غاديش نضيفه كامل نبقى نضيف شوية بشوية عيني ميزاني من طبيعة الحل عجينة ديال البريوش ما كنقصحوها شكا تبقى شوية خفيفة باش كي يجي مفشفش اولا كي يجي خفيف صافي من بعد مجمعت العجينة ديالي درت ربعاد الكيسان ونص ديال الطحين دنت شوية يدي بالزيت دوزت على الملح باش ما تتلسق العجينة صافي هنا نجيب سلوفا نغطي بسلوفا مزيان احسن نغطي بسلوفا حباش تختمر مع نضغية هنا يلا كان الجو سخون كتبقى عشرين دقيقة طن الساعة انت بكي ما كتعرفوا الجو سخون صافي ندير عليها واحد الزيف صافي وننخليها صافي رجعت من بعد نص ساعة ديال الوقت كي ما كتشوفوا العجينة اختمرت نحيد بلاستيك صافي من بعد محيد بلاستيكا ندير واحد شوية تطحين اولا تطقيق على سطح العمل دهان شوية يدي بالزيت صافي غادي نفرغ دك العجينة حباش نفرغ من هادك الاختيمار كي ما كتشوفوا العجينة مطلوقة او مرخوفة ما كنقص حوهاش صافي هنا نجيب بلاستيك نفرغ من هادك الاختيمار نجيب بلاستيك صافي ونقطع دك الحجم اللي بغيتو تصغير ولا كبير ندهنو شوية دك بلاستيك اولا دك القطعة بالزيت باش ما تتلاسق العجينة دينا مرخوفة ما تكتروش الزيت يلا ندهنو يدينا حباش ما تتلاسق باش ما اللي نجي ونكوروها عود ما تسعبش علينا غتكون سهلة تتلاسق مزيان صافي غنبدأنا نكور في دك القطع دي اللي جينا يجي وقد قد الحجم واحد او لالعبر واحد صافي ونحطهم على جنب تكن سهلة او لالعبر واحد يحظ رائع الملد من الزبدة ورشيته بالفينو او لاب التحين الملد من الزبدة ورشيته بالفينو او لاب التحين الملد من الزبدة لا اصدفاء ملد من الزبدة اضمت الملد من الزبدة نستعن بشوكولات نستعن بشوكولات نستعن بشوكولات نجمع بشوكولات نسافة نسترة نقوم بشوكولات نسترة واحدة اخرى. العجينة مرخوفة اضغيكة تطلق. شوكولة دايبة حيث الجو سخون رهم احتوه تغي في المطبخ. دايبة بزاف. ما بغيتش ان نسخ سطح العمل ولا يدي بشوكولة باش ما ننقص بها العجينة على برا. صافي نكورو هكا بيدينو نحطو عود نحطو نحطوهم تلاسقين. صافي بهات الشكل سهلة. ندروها عم تلاسقه مع الاخرى. صافي نستمر بهات الشكل تكنسل لدك البريج ديالنا كامل. صافي هذا هو الشكل ديالو من بعد ما درتو كامل في داك المول. جبت واحد صفر دا دلبيت واحد معلقة صغيرة ديال الخل ولا تدرو معلقة ديال الحليب. وندهنو قبل ما ما يختمر. ندهنو مرة اخرى من بعد ما يختمر. حباش ماي ما يتفش من بعد ما يختمر الى دهننا بالبيت. عادي يتفش. تابعي لا دهننا دهننا دهنو دهنو الول ومدع دفتاني كي يبقى ها كاكشة ديالو او الشكل ديالو. نجيب واحد بلاستيك ندهنها مزيان بالزيت. حباش نغطي بها البريوش ديالنا حباش ما يتلاسق. نخلي هي اختمر المرة الثانية. صافي من بعد ما اختمر المرة الثانية. كما كتشوفو ما شاء الله. نحيدو داك بلاستيك غيب شوية. شتو. نحيد العجينة خفيفة وكتلاسق. كي يجي ما شاء الله اللي كي يختمر. نمسحو شوية داك الملح باش اي لا في شي الزيت ديال داك بلاستيك باش ما يتحرق في الفران. نجيب داك اللي كانت بقالية في اللول من اللي دهنتو. وندهنو على برام زيان غيب شوية بالمهل. حباش ما يتفش. آآ ملتحت ملتحت وملفق. ان الفران ديال البوطة ولا ديال الغاز شعلتو غيب ملتحت. داك كي يطيب ملتحت عاد نطفي ملتحت نشعل ملفق. جبت هنا زبيب او العلبة المشفف. انتم ما تزينو بدك الشي اللي عندكم. من تواجد. ندير غيب المهل. الحبات ما زال ما اللي غايتي بكيتحيدو ما كيبقىوش هادوك. غير نزينو بيهم وصافي. صافي غادي نكمل وندخلو الفران. صافي كيبقى هادوك شكل ديالو من بعد ما كييطيب. انا كيعجبني نطيبو مزيان من فوق. يتحمر مزيان كيجي شكل ديالو رائع صراحة. جبت واحد شوية ديال النباج ولا الكوفيتير ولا تخليوها كاك. تمعينكم ميزانكم. ندهن غيش شوية من الفوق. كي ما كتشوفو دك زبب ولا دك العين بالموج فكاك. حقبو عمي بوحدو.SA إلا بغيتو تديرو البنت في اللي عجينة تديرو ممكن تخلطوو فالعجينة ممكن تحشيو ب ديرو الحوشوة Find a cream party أو لا تديرو أي حاجة كتبغيوها. صافي نخلوه يبرد شوية من بعد نقلبوه. كيبقى بعد هذا هوا الشكل ديالو من بعدما répدو من داخل المل اه من اللي ده انتو بدك النبج كايل تلسق ليه في الدين الصراحة سخون بغيت نحلو غي بيدي يح باش تشوفو الشكل ما بغيتش نحل نقطعو بالموس كيما كاتشوفو كيجي من فش فشو كيجي واحد الماداق فيه رائع كما شتوب بيدون بيض وبيدون زبدة دك الشوكولة اللي كتكون فيه الداخل جربو هكيد الا جربتو غدي يكون عندكم معتمد غدي يعجبكم ان شاء الله. كما كتعرفوا الدراري دي ما كتعجبهم حاجة اللي فيهم شوكو فيها شوكولة. نتمنى لا يعجبكم. لا تنسوش لايك والاشتراك. السلام عليكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم.